السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ياسو البرك وهذه حلقة جديدة من موسوعة الانيمي لذلك خلونا نبدأ الانيمي اللي حنتقلم عنه اليوم هو انيمي موشيشي او بالعربي طبيب الموشي الانيمي متكون من عدة مواسم نوسم الإول انتج في عام 2005 من أستوديو أرط لاند وكان متكون من 26 حلق الموسم الثاني كان متكون من 10 حلقات انتج في عام 2014 وكان تحت اسم موشيشي زوك شو الموسم الثالث كذلك كان تحت اسم موشيشي زوكو شو او الفصل متمن وعرض في النصف الثاني من عام 2014 كذلك لدي حلقتين خاصتين من انتاج عام 2014 وفي عام 2015 انتج الفيلم الي يُعتبر الارك الاخير في المانجا مؤلفة المانجا اسمها يوريشي بارايوكي حاصدت في عام 2003 و2006 جواز عن سلسلة موشيشي موشيشي كمانغا ابتدأ من عام 1999 وانتهى في عام 2008 وكان متكون من 50 فصل الأنمي تحت صنيف العمل تحت صنيف مغامرات خيالي تاريخي غموض سن خارق للطبيعة وكذلك سايكولوجي أو نفسي وصراحة هو من أفضل أنميات دين درجة تحت صنيف سايكولوجي واللي حاب يشوف قائمة قوية من أنميات سايكولوجي أنصح يروح يشوف حلقة الأخ أحمد اليماني واللي فيها لستة قوية من أنميات تندرج تحت هذا التصنيف استوديو أرت لاند من أعمال القوية أنمي هايتمان ريبون وكذلك جينغا إيو دين سيتسو وأوعدكم بإذن الله أني راح أسوي حلقتين عن هذين الأنميين نأتي للمحتوى الأهم في الحلقة ألا وهي القصة قصة الأنمي تتحدث عن جينكو واللي يعمل كطبيب موشي الموشي باختصار تعتبر أبسط أشكال الحياة يعني مش حيوان ولا نبات ولا حتى إنسان كل بساطة هو يعتبر شكل من أشكال الحياة الأنمي إن شاء الله بيشرح لكم إيش هو معنى الموشي إيش هي مخلوقات الموشي مخلوقات الموشي تتخذ أشكال مختلفة كل موشي له سلوكه وله تأثير في حياة البشر لذلك وجد جينكو واللي يرتحل من قرية القرية عشان يساعد الناس في التعامل مع مخلوقات الموشي وحل مشاكلهم موشي شي من الأنميات اللي يصعب علي تقييمها أو إيجاد سلبيات لهذا الأنمي من الناحية الإنتاجية هو أخراج فالأنمي حتى في موسم 2005 كان إبداع في إبداع لو لاحظتم في حلقاتي السابقة من مسوعة الأنمي كنت أستخدم صورة لطبيعة وأشكال زاهية كل تلك الصور كانت من أنمي موشي شي وصراحة كنت تبع تعليقات أبحث عن شخص لاحظ هذا الشي رسم الطبيعة في موشي شي بيئة الأنمي في موشي شي خرافية صراحة كطبيعة من أروع الأنميات اللي أظهر لنا طبيعة بهذا الشكل رسم مخلوقات الموشي أشكالهم وألوانهم يحسس كن هذه فعلا مخلوقات وممكن تتواجد يعني مو وحوش من الصعب تتقبلها في الحياة لكن مخلوقات موشي ممكن تتقبلها يعني إبحار الأنمي في عالم الموشي كذلك إبحاره في شخصيات الناس في الأنمي العمق اللي وصلت فيه القصة كانت خرافية طبعا من أول حلقة حتى آخر حلقة كل حلقة تعتبر مستقلة عن الأخرى يعني الحلقة الأولى ما تربطها علاقة في الحلقة الثانية رغم ذلك لو تبدأ في أول حلقة مستحيل يتوقف الأنمي فلسفة الحياة اللي وصلت لها الكاتبة يوكي إبدأ حتى لو استمريت بمدح أنمي موشي شي مستحيل وفي حقه لازم تتابعون هذا الأنمي وتبحرون في خيالكم في هذا العالم لأن قصة موشي شي تعتبر من القصص النادرة أو لمستحيل تتكرر في عالم الأنمي كذلك شخصية جينكو واللي أتحدى أي شخص يتابع أنمي موشي شي ويكره هذه الشخصية بصراحة أنمي موشي شي المعنى الحقيقي للأبدأ إحقاقا للحق الكثير من الناس يشوفون الأنمي بطيء وطبعا هذا شي أكيد بما أن الحلقات تختلف عن بعضها لكن هذا طابع القصة هذا طابع الأنمي بالنسبة لي هذا ما أعتبره سلبية لأن القصة لو كانت الحلقات مرتبطة مع بعض وسير الأحداث بهذا الشكل بالتأكيد حيكون سلبية لكن بما أن الحلقات مستقلة فهذا شي طبيعي وبالعكس أعتبره شي إيجابي ختاما أنمي موشي شي أنصحكم تتابعوه صراحة الأنمي عشرة على عشرة في كل شي سواء كانت قصة أو كانت كإنتاج وللي تابعوا أنمي موشي شي اكتبونا تعليقاتكم حول هذا الأنمي هل فعلا أنمي استحق لكلام قلت عنه أو أني شخص فعلا معجب في هذا الأنمي لدرجة أني ما شفت سلبياته أنا ياسر براك ولا تنسوا اللايك وسبسكرايب ونشوفكم